قال لك هو فين الصناعة من مصر يا جماعة انتو بتقولوا بتزرعوا ارض كتير طيب و بتزودوا الرقعة الزراعية طيب و زيادة المساحات المزروعة من الرقعة الزراعية يبقى فيها قطن ايوة طيب مش ده معنى ان احنا نبدأ نشتغل على صناعة الملابس اكتر من الاول اقول لك اه طبعا يعني شوف انا هديلك شوية ارقام عدد المصانع المسجلة في غرفة الملابس في اتحاد الصناعات زاد لتمن تلاف وخمسمائة عضو حلو كده طيب منهم قد ايه جديد اقول لك 1700 عضوية جديدة تحت التأسيس لمصانع تدخل السوق المصري لأول مرة مش اعادة هيكلة أول مرة السؤال بقى 1700 مصنع جداد في صناعة الملابس الجهزة في مصر معنى ايه؟ معنى واحد هذا القطاع الصناعي اللي هو الملابس الجهزة بيشهد تطور حقيقي من حيث جودة المنتج خطوط الموضة القدرة على التنافسية السعرية طيب ازاي؟ هقولك بمنطقة البساطة لأنه لا انا مش هفتح جاروانة كسبية ما انا هفتح علشان اكيت او افتح لو يعني اجيب تكلفتي واروح طيب انا فتح ليه؟ طيب انا فتح اصلا عشان اخسر اطلاقا بالعكس انا بافتح علشان لازم اشتغل ولازم اكسب طيب انا بكسب ازاي؟ انا بكسب بطريقتين جزء منها سد فجوة محلية وجزء منها ايه بقى؟ فتح اسواق جديدة برا لازم الاب بي جزء من الاحتياجات المحلية قدر الاستطاعة وقلل فطورة الاستيراد وفي نفس الوقت ازود حجم الاسواق الخارجية اللي بتاخد مني وبالتالي يبقى ساعتها انا بدخل عملة صعبة صناعة الملابس الجهزة في مصر نجحت في الوصول بنسبة مكون محلي سبعين في المية حاليا مقابل تلاتين في المية مدخلات مستوردة طيب احنا عايزين ايه الفترة الجاية؟ عاوز ازود اكتر بدل السبعين في المية ابقى تمانين في المية مكون محلي يا رجل بلد اعادة انشاء مجمع غزلة والنسيق بتاع غزلة المحلة ده على سبيل المثال للحصر تكلفة تزيد عن التلاتين مليار ليه؟ علشان اعمل احياء لقلعة صناعية لما يجي حد يقول لك فين الصناع؟ قل له غزلة المحلة هو بس اصل فين الصناع؟ قل له 1700 مصنع جداد بيتفتحوا قطاع خاص بالمناسبة وظن احنا شفنا انا عندي صناعات ملابس جهزة جينز عالمي بيتصنع عندي هنا يتصدر صح ولا لا؟ شفنا بعنينا شفنا بعنينا وهكذا وحدث ولا حرج هل القطر هيقف؟ القطر مش هيقف خالص احنا هنكمل لحد الاخر وبالمناسبة الافق ممتد ومتسع ولا نهاية له على الاطلاق ازمة اقتصادية في العالم هتخلص طال الامد او قصر هتخلص ازمة اقتصادية في باقي الدول العالم ومنها احنا في مصرها بانها تخلص هي كمان في بلاد ممكن تفضل وقفة مكانها ومستنية الازمة اللي برا تعدي على خير وفي بلاد بتبزل جهد معقول وفي بلاد تبزل الدم والعرق